بنقول انه اعطاء اللاعبين الصعادين بشرطة عندهم كورة يعني مش هدي اي واحد طالع وخلق طبعا ودي وجهة النصر دي وجهة النصر فيه تلات لعيبة من الزمالك اقوده ما تنتهي اعتقد الاجانب يعني او انتهت طبعا بين شرقي ومحمد اوناج ورزاق سيسيم رزاق واضح انه هو خلاص يعني اللي فاضل المثلوسي والجزيري فقط لا غير والمثلوسي انا في رأيي هو لعيب الغريب انه هو لعيب دولي تونسي غريبة جدا لكن اداء ومعناد الزمالك مش مديني حاجة ابدا 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 يعني يعني بعيد قوي عن انه هو يبقى باكي الزمالك برغم انه هو لعب تونسي دولي وكلمة دولي يعني حاجة من السهل خلي بالك تونس اقول لكم بعد شوية كتحط شرط انه التعاقد مع اي لعب اجنبي لازم يكون شارك فعليا في عشر مباريات دولية في بلاده ده شرط حلو على فكرة مع الاسف رفعوا لي ومن اللي فاتوا دولي برغم انه هو شرط انا شايفه مهم جدا لانه اللاعب الدولي يعني اللاعب له قيمته يعني فقال ما تلو ترحيه بعيد بعيد تماما يعني لكن دولة اللي هتنتهي اوقودهم مع نادي الزمالك كنت اتمنى انه رزاق سي سي ياخد فرصة لانه حاجة غريبة جدا برضو هاتلي اهدافه في التحاد سكندري ادينا بندردش مع الناس يعني يعني رزاق سي سي لما راح اعرض تحاد سكندري ادى اداء مبهر مبهر وكان هداف بانطراز فريد وعمل مجموعة لقطات في النادي السكندري تنبق عن انه عنده حاجات جمدة جدا جدا ترجمة نانسي قنقر